موسيقى أهلا بكم أصبح الفن المعاصر يعد من ميادين الممارسة المهمة التي تساهم في ثقافة المجتمع المحلي والعالمي فالفن أداة تدخل قوي تساهم في رفع الوعي وتطوير معارف جديدة على المستوى الثقافي والاجتماعي كما أنه يخلق منبرا للفكر وتصوير الأفكار والفن كباقي الميادين يحتاج إلى تطوير وتمكين وتعبئة متواصلة لكي يحقق الفائدة للمجتمع ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الأكاديمية الدولية للفنون في فلسطين التي انبثقت عن الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر وهي منارتنا لليوم فأهلا بكم خلدي حكينا من وين اجت فكرة تأسيس الأكاديمية اللي هي انبثقت عن الجمعية الأكاديمية الدولية للفنون في فلسطين هي مشروع زي ما قلت أنشأته الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر اللي كان الهدف منه عمل نشاط دائم وليس مشروع كما جرت العادة سابقا كنا نعمل معارض ورشاة عمل تتبخر أو تروح بسرعة ما كانت تستمر فكرة الأكاديمية أولا هي نقل المعرفة من جيل إلى جيل آخر نقل المعرفة من حل من الخارج إلى الداخل والعكس صحيح أيضا ومشروع أصبح يعني تطور مع الوقت ليصبح برنامج مستقل الآن اللي هو برنامج تعليمي واحد في الفرون البصرية المعاصرة اللي بمنح درجة البكالوريوس للطلب المتخرجين وعندنا الآن 32 طالب وطالبة في مختلف السنوات اللي كانوا كتير بشغل الفنانين الفلسطينيين في فترات سابقة يشتغلوا على معارض على نشاطات تعرفي غير أنه مطلوب من الفنان يعمل جهد في مرسمه أن يرسم وينتج أعمال فنية ينظم النشاطات الفنية المحاضرات الفنية المعارض إلى آخرين ما عندنا المؤسسات الكافية اللي كانت بتقوم في هذا النشاط كان بوقع جزء كبير منه على العاتق الفنانين مجموعة هم اللي كانوا أصحاب بفكرة تأسيس الأكاديمية احكينا عنهم التقى يعني في فترات مختلفة من الزمن عدد من الفنانين على فكرة إنشاء مشروع فني يكون له تأثير أكبر واللي هو يعني حقق أو يتواصل مع الفكرة اللي كانوا كل الوقت بيشتغلوا عليها الفنانين الفنانين الرواد والفنانين اللي كانوا عاملين يعني نشاط كبير في الحياة الثقافية في فلسطين كانوا هم أباء لهذا المشروع وفعلا المشروع في بدايته كان أشبه بحلم ولما تشكلت فكرة الأكاديمية أولاً في أذهان بعض الفنانين اللي بحب أذكر منهم مثلاً فنان معروف سلمان منصور، فنان تسير بركات، نبيل عناني قلت لي إنكم ما تقدمتوا بطلب بالحصول على اعتماد من وزارة التربية والتعليم العالية لإعتماد هاي الشهادة الأكاديمية بكالوريوس، ليش؟ طبعاً هو فيه شروط لازم تستوفى سلف منها مساحات وقعات تدريس وملاعب حتى ومساحة مكتبة وعدد كتب وعدد مدرسين وخلافه إحنا عم نشتغل بطاقم قليل الآن عنا عدد طلاب قليل زي ما شفتي إحنا بنختار الطلاب أيضاً بعناي فكرتنا الأساس إحنا نقدم برنامج نموذج في تعليم الفن المعاصر في فلسطين وحتى فكرتنا نقدم نموذج لتعليم الفن في المنطقة إذا بدك وهذا اللي يعني نسعى له من ناحية عملية إحنا شغالين أيضاً على موضوع أرض وبناء وتطور الأكاديمية اللي تصبح فيها مرافق أخرى واحتمال في افتتاح برامج أخرى غير موضوع الفنون البصرية المعاصر ممكن يكون فيه تصميم ممكن يكون إشيء متعلق بالسينما بالتعاون مع السينمائيين أو أصحاب الشارع صراحة الأكاديمية هي المكان أو أول مكان في الشرق الأوسط بدرس الفن المعاصر وعد عن ذلك في مجتمعنا الفلسطيني موجود طلاب كثر عندهم هويات وعندهم طموحات فنية بس ما بوجود أنفسهم ما بوجودوا المكان المناسب اللي يتعلموا ويدرسوا فيه ويبدعوا والفضاءات الكبيرة اللي يبدعوا فيها فوجدنا الأكاديمية هي الفضاء المناسب للمكان والفن المناسب فيه مصابقة للأفلام القصيرة للشباب اللي هي النف أظن الـ N-U-F-F هاي مصابقة عالمية للأفلام القصيرة للشباب وقدمت لفيلمي الرسوم المتحركة مدته نص دقيقة وترشح يعني لسه مفستش رس انه ترشح يعني كان كتير الخبر حلو الأكاديمية بتدرسنا على الفن المعاصر بشكل عام وبتدرسنا كمان وتفرجينا الفنانين العالميين الدوليين شو إبداعاتهم شو تطلعاتهم شو مواهبهم شو أعمالهم الفنية اللي خلتهم ورفعتهم ورفعت أسماءهم وأسماء أوطانهم وبلادهم فإحنا تقريباً ندرس فن بشكل عام وأنا ماخذ جناح معين في الكركاتير موسيقى ذكرت ارت الدرس بالأكاديمية لأنه كتير أفضل من غيرها هذا واحد بفلسطين وحبيت أجربها لأنه كل اللي عنا فن كلاسيكي الفاين آرت اللي هو المحصور بدائرة معينة فبس لقيت إنه في مجال تاني هون كتير حبيت أكون فيه و جيت عليها وجربت كان عندي فرصة تانية أروح حسان فرانسيسكو لجام على الفن بس يعني كو حكيت بها ضلت فصل هون وبجرب بشوفي إذا بيزبط أو لا بعدين بروح بس كتير ريتها لطيفة لأنه الفاين كتير أخوى لأنه نفسه نفس المراحل التانية أو إيش نحكيها الفيلد الثانية الفروع التانية من الدراسة بس بتقدر التعبري فيه بصرياً فأنا هذا كان بنقصني شوي يعني كان كنت أدرس علم نفس قلتلك علم نفس ماينر علم اجتماع فما كنتش أحس إنه فيه تعبير عن هذا الموضوع بصرياً يعني بكونك أنا عندي بعرفش بحيث تعبير بصري أكتر أنا كنت طالب في الجامعة اللي كنتسمة فتوحة فروع رمالله كنت متخصص في علم الاجتماعي والخدمة الاجتماعية وعندي موهبة سابقة قبل ما أغادر مقاعد الدراسة اللي ابتدائي والعدادية والثانويين فللأسف ما ما كنتش واجد إنه مكان مناسب إن أدرس فيه الفن فلتجأت للجامعة والدراسة التقليدية اللي بلجو إلها كل الطلاب بعد ما يخلصوا الثانوية العامة فبعد ما قطعت تقريباً شوط سنتين في الخدمة الاجتماعية وقطعت شوط متوسط في الساعات وجدت الأكاديمية ومباشرة أعطيت إنعطاف حاد جداً على الأكاديمية وتركت الجامعة بتمنى إنه أدرس أنيميشن وأكمل فيه بس يعني أدرسه عن جد بشكل معمق أكتر لأنه عندي كتير أفكار رسوم متحركة وخيالات بحب أعمل هيك يعني أفكار غريبة أشياء فحب أطور هذا المزال يعني أكتر الكادر اللي بتم اختياره للتدرس في الأكاديمية كيف بتم اختياره وما مدك رفعته؟ الموظفين اللي موجودين بالفول تايم إذا بدك اتنين بالتعليم في الأكاديمية الدكتورة تينا شيرويل اللي هي مديرة الأكاديمية وأنا وباقي المدرسين إحنا في تعاقد إنه نستضيف مدرسين لمدة شهر شهرين تلات أسابيع من فلسطين أو من العالم وهذا بمكننا إنه الطلاب يتعرضوا لأكبر قدر ممكن من التنوع أيضاً في المجالات والخبرات إحنا بنستضيف ما معدله أربعة لخمس أسادزة من خارج في برنامج اللي هو استاذ الزائر وأيضاً عنا برنامج تبادل طلاب عنا طلاب يذهبوا لألمانيا أو سويد أو النرويج أو إنجلترا والعكس صحيح أيضاً إحنا بنستقبل طلاب لمدد تتراوح بين ثلاثة شهر أربعة شهر أو شهر طلاب بيجوا من هون وطلاب من عنا بروحوا لهناك بتعلموا عنا طالب الآن موجود في برايتون في إنجلترا كان عنا طلاب تنين في إنجلترا وطالبي في ألمانيا وطالب في النرويج الآن عنا طالبي من النرويج وطالبي من السويد وعنا طالب من إنجلترا اللي تعرفت عليه الصبح جستون هذا بصير تبادل ثقافات كمان طبعاً طبعاً إش طبيعة المواد اللي بتدرسوها هل هي مواد مكتوبة ومنهاج موحد ومعروف للأكاديمية؟ عنا منهاج للأكاديمية اللي اعتمد أيضاً من قبل مجلس الأكاديمي للأكاديمية واللي أعد بناء على أبحاث ودراسات مختلفة مع أو قبل بصراحة بداية التعليم في الأكاديمية اللي اعتمد نماذج مختلفة من التعليم ولكن إحنا ارتقينا بعد اطلعنا على مناهج التعليم في الجامعة اللي إحنا شركت معها اللي هي الأكاديمية الوطنية للفنون في أسلو وفي العالم العربي على يعني اختلاف النماذج العراق مصر الأردن وسوريا وأيضاً نماذج تعليم مختلفة في أمريكا أو في بريطانيا على وجه التحديد قدرنا نطلع بصيغة يعني برنامج أو منهاج لتعليم الفن مع المراعاة للسياق الثقافي الفلسطيني العربي الإسلامي اللي في المنطقة احنا موجودنا صحيح عندي شخصية خاصة فلسطينية كانت اللي نظرة في مدرسة الشهيد الفنان ناجل علي اللي كل رسماته كانت للثورة الفلسطينية وللوطن الفلسطيني وفلسطين كتراب وكشعب حبيت أن أرسم وأسير على هذا المنهاج تبع ناجل علي بدأت فرسماتي في الأبيض والأسود وما زلت في الأبيض والأسود وحطيت شخصية معينة اسمها شخصية أبو علي بتمثل المواطن الفلسطيني بكل أطيافهم هاي الإشارة الدائرة الحمراء في دائرة السير أو في إشارة دائرة السير اللي هو ممنوع الدخول فأنا أزلت اللوغو المحطوط جوا الدائرة إن كان تراكتور أو كان سيارة أو وزن ثقيل أو شيك وحطيت القناص الإسرائيلي اللي كان لعب دور شاسع في الانتفاض الفلسطيني وقام باغتيالات كثيرة عمرت الإشارة هاي اللي هو ممنوع دخول الدباب الإسرائيلي وهي يعني معروفة الدباب المركبة بأركامها كلاتها وكمان استخدمت الجب العسكري اللي هو تقريبا يوميا أو شبه يومي بدخل عمحافظاتنا بحلم عمستوى فلسطين ويبكى عنا أكاديمية أكبر من هيك اللي تستوعب أجيال كثيرة من طلاب الفن ومواهب الفن اللي محرومين وانحرموا سابقا وفي ناس للآن بتنحرم لأن هالأكاديمية بتأخذ بس فئة صغيرة جدا تدرك أكاديمية الفنون أن التعبير الثقافي يعد أداة مهمة في صياغة الهوية ومن هذا المنطلق تسعى لتحرك كل الإمكانات في اتجاه التنمية الإبداعية الأصيلة والتنمية الاجتماعية وتسعى لأن يكتسب طلبتها المعرفة التي تمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعهم وفي الصناعات الإبداعية في فلسطين والمنطقة نشكر لكم مشاهدين حسن متابعتكم وإلى اللقاء